نرجع تاني للصالة وزماننا فاروق صلاح ولقاء مع المتقلق الدقوب مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العودي اتفضل لفاروق وبلغ كابتن خالد سلامنا وتحياتنا من الستوديو اتفضل لفاروق من جديد برحب بك يا كابتن هيسم وبوضيفايك الكريمين وبكل مشاهدين مشاهدي ومتابع شاشة طاقنات الاهلي في كل مكان بالفعل زي ما حضرتك قلت المتقلق والدقوب وخليني اضيف على الكلام اللي حضرتك قلته ان هو واحد عارف قيمة المسئولية داخل النادي الاهلي يعني قبل ما يكون موجود معنا على الهواء كان حريص ان يكون موجود مع فريق نادي الزمالك يوصلهم لحد باب النادي الاهلي فالامر داخل النادي الاهلي مسئولية بالمناسبة وقليل الظهور على شاشة الشاشات التلفزيون بصفة عامة ولكن جي وقت ان احنا نديله حقه كابتن خالد العواضي كابتن خالد مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي كابتن خالد برحب بحضرتك على شاشة طاقنات النادي الاهلي تحيات الكابتن هيسم كابتن حسام شعراوي كابتن ناشئة طلعت المسئولية جوان النادي الاهلي تقيلة كابتن خالد العواضي اعاد كتير جدا من الامور الانصابها تولى المسئولية في وقت صعب جدا لكن كنت جدير وعلى قدر مسئولية النادي الاهلي أولا بمسي على كابتن حسام وكابتن نشأت في الستيديو والحمد لله فضل لنا عند ربنا كبيرة جدا وكرم لنا عند ربنا مستوى العيبة اللي متواجدين فيه احنا في الآخر واحد جوه منظومة الندل أهلي انا بشتغل جوه منظومة كبيرة ومنظومة عارفة من أول يوم من أول ما توجد لها في التاريخ توجد لها منظومة وكل الناس بتعمل شغلها كويس جدا وانا في الآخر بقول لك واحد في الأفراد دي فأكيد كلنا بنعمل شغلها كويس فربنا يوفقنا بس ده المطلوب كابتن خالد فيه أمور وتفاصيل خارج الملعب عايز أتكلم عليها لما نشوف مستر وجست بوش ويلعاب السلة موجودين في مطشاط الطائرة ولعاب الطائرة الروح اللي موجودة ما بين أفراد النشاط الرياضي في النادي الأهلي هي دي اللي بتكون البداية الأولى للوقوف على منصات التتويق بص هقولك حياة صراحة يعني احنا السنة دي عندنا حاجة جميلة جدا كل الناس بتساعد كل الناس وده شيء مهم جدا وده وده روح موجودة لكل الفراء الجماعية في النادي الأهلي بالأخص طبعا وشوفت كتير ده كاترة بيساعدوا هنا وده كاترة وأخصيين عليك طبعا بص مفيش حد يتوانى إنه هو ما يعملش سابورت الفراء اللي جنبه كل الناس الأجانب طبعا كلهم من هردا متواجدين بيتفرجوا بيعملوا سابورت معنا كل فراءنا الرياضية بتبقى سابورت في المطشاط عارف بدا ما عندهم شو ماتش كله بيكون متواجد بس انت عارف ظروف برضو إن الجمهور ما بيخشش كتير فبيكون عندنا الأجواء أوليلا لكن في الآخر أنا شايف الروح دي موجودة ودائما كلهم بيسألوا على بعض ولما الموقف بيحصل فيه ماتش لا قدر أخسردنا كسبدة كونس بتهني بعضيها في الصالة وحاجة جميلة جدا جدا وهي دي روح مطلوبة وهي دي فعلا روح المكسب وهي دي روح الندلال كابتن خالد الأهلي أو عائلة النادي الأهلي احنا متعودين جوا النادي الألق البيت الكبير الكابتن الخطيب في كل التفاصيل في كل الأوقات أنا عارف يتابع معك كل كبيرة وصغيرة النهاردة سيادة معالي الوزير العمري فاروق المهندس خالد مرتاجي المهندس محمد الدماطي الأستاذ محمد الجرحي الجميع النهاردة بيلتف حول الفريق أعتقد بنجن سمار تعب في الفترة اللي فات أكيد سمار تعب النادي الأهلي وأكيد دي سمار تعب مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية في النادي مع إدارة النشاطرة دي مع اللاعبين مع المدربين هي أدارة كبيرة هي بص النادي الأهلي زي وانت قلت كده عائلة جميلة جدا وكل واحد يشوف دوره عشان نوصل إحنا في كلنا في الآخر أكيد كابتن الخطيب من أول كابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة اللي فعلا بيتابع كل التفاصيل من سادر أعضاء مجلس الإدارة والنهاردة كلهم متواجدين بيلتفوا لأن كل هي في الآخر منظومة واحدة المنظومة دي أساسها إن كل واحد بيعمل دور عشان كلها ننجح مع بعض والحمد لله أن ربنا بيكلن بناجحتنا ولسه ربنا كده السيزن طويل ورب بإذن الله بس نوصل الآخر السيزن كده ويكون نوصل اللي احنا عايزين وفي الترجل بتاعنا للأهل إن شاء الله اللعبة دائما بتستمد الثقة من المسؤولين في اللسلة اللعبة واثقة وانت قاعد واثق في اللعبة في الطائرة في اليد في كل الألعاب اللعبة قاعدين انتواسقين في اللعبة ده بينعكس على اللعبة ولمسينه في أرض الملعب أعتقد النقطة دي نقطة مهمة جدا ما ينفعش إن احنا نعديها السيقة اللعبة في نفسه وسيقة اللعبة في مسؤولينه وسيقة اللعبة في جمهوره سيقة مهمة جدا 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 بياخدها بيستمدها وبينزل بيها بإصرار وتحدي عشان يبسط للناس دي طبيعي جدا جدا لازم نديهم السيقة دي وهم على قدر المسؤولية والحمد لله لعبتنا مع عمدناش لعيبة مش على قدر مسؤولية النادي الأهلي على قدر تشيرت النادي الأهلي اللعبة دي عارف يعني إيه نادي الأهلي وعارف يعني إيه قيمة النادي الأهلي وعارف تشيرت النادي الأهلي اللي بتلبسه فالحمد لله إحنا بديديهم الكلام طبعا الباوربين وعندهم مديرين فنين نجحين جدا بيقدروا يستبدوا منهم حتى الأجانب لما بيجيوا كلاموا عن النادي الأهلي خلي بالك بيكلم بسرعش دي حتى يعني مفيش كلام طبعا بيطلعوا ويكلموا لكن هو بيكلم عن نادي الأهلي هو عارف خيمة الندي الأهلي يا رجل أجنبي مدير الفني الأجنبي أو الرجل الأجنبي اللعيب عارف خيمة نادي الأهلي فعارف حتى لما تلاحظ الكلام ده بتلاحظوا جوه الملعب في الإصرار والتحدي بتاعتهم شيء مهم جدا جدا نتمنى لاستمرار بقول لهم احنا لسا ما عندناش حاجة انا بكلم بصراحة شديدة احنا لسه المشور طويل احنا لسه عندنا دوريات وكل الفرقة اللي هادئة يبقى لها في نادي الأهلي شكرا كابتن خالد ومبريك لك إن شاء الله في نهاية الموسم بإذن الله بكل البطولات شكرا يا فاروه مرسي جدا جدا شكرا طاقت كلمة مهمة جدا من الكابتن خالد العوضي النهاية بالنسبة لها نهاية الموسم حقا قد مهم جدا يكون عندك لعبين على قدر مسؤولية النادي الأهلي عارفين يعني ايه قيمة اتشارة النادي الأهلي طاقت كلام من القلب من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي كابتن هيسم من جديد تعود الكلمة لكابتن هيسم السعيد وضيوفي الكرام زمان العزيز فروه صلاح بشكرك شكرا جزيلا كان لقاء مهم مع كابتن خالد العودي وبندم صوتي لصوتك وصوت فاروق كمان إن احنا لسه معملناش حاجة نهاية المواسم الرابط والبطولات هي هدف نادي الأهلي وليس مباريات هدف نادي الأهلي هو الفوز بالبطولات وليس المباريات